تلب الصيد يلهث ويذهب صيده لغيره البخيل يجمع المال ويذهب ماله لغيره المغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره أربع قواعد اجعلها أساس حياتك لا تتغير لإرضاء الناس لا تتلون لنيل إعجابهم لا تتبدل بسبب فشل ولا تتكبر بسبب نجاح أجمل الأرزاق ليس رزق المال بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر ودعوة أم وعطف أب ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله صاحب الصالحين فإنهم إذا غبت عنهم فقدوك وإذا غفلت نبهوك وإذا دعوا لأنفسهم لم ينسوك هم كالنجوم إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك وغدا تحت العرش ينتظروك لا تقل إن الدنيا تعطيك ضهرها فربما أنت قسمت هذه الأموال فأخذه صاحبه للمستشفى وقال له وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض إذا انفحمد الله على كل حال وفي كل وقت الحمد لله على نعمه وفضله إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه لا تنتظر السعادة حتى تبتسم ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم لذلك اطمئن فأنت في عين الله الحفيظ وقل بقلبك قبل لسانك فوضت أمري إلى الله لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخل على الجنة أهي ركع أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر فأعمل ولا تستصغر دمتم في طاعة الله وحفظه